أهلا بحضراتكم مرة ثانية عايزة أتكلم على مطش الأهلي والمصري اللي كان أول مبارح اللي تعادلنا فيه سفر سفر وعندي شكين حابب أننا أتكلم فيهم شك فني يتعلق بالجوانب الفنية وشك أخر تحكيمي وده حاجة صعبة جدا بصراحة خلينا نبتدي بالشك الفني ونشوف إحنا عيوبنا إيه ومشاكلنا إيه عشان نعالج بعض السلبيات اللي موجودة قبل المرحلة الحساسة جدا قل مقبلة أول مشكلة عندك واللي أي حد ملاحظها واخد باله منها إن إحنا عندنا مشكلة في إهدار الفرص السهلة للأسف شديد بيجينا فرص سهلة كتير جدا من عرفش نستغلها فإنت لما عرفش نستغل الفرص دي بيديع منك نقطة في مورات مهمة زي المطشات اللي فاتت دي أو زي المطش اللي فاتت ده بالتحديد إنت كنت كويس جدا في مطش Pyramids كسبت 2-0 مطش MB كنت كويس كسبت 2-0 مطش المصري بالتحديد الشوت الثاني كنت كويس بس ما قدرتش إنك تكسب عشان بتضيع فرص ما تضيعش ففي أزمة عندنا في الجوانب الهجومية ده بيعتراف مين أو بإكرار مين أو بإعلان مين كولر نفسه فبالتالي لازم نلحق نفسنا دلوقتي أنا واصل من حاجة زي كده أكيد بتحصل يعني يعني دي حاجة مش محتاجة إن إحنا نتكلم عنها تمام فأزمة إهدار الفرص السهلة هي دي ممكن تكون من أسباب أكيد خالة الأهل إنه هو يتعدل في مورات المصري وأكيد فيه دور كبير أوى عجاز الفني ما هو يعالج جزئية زي دي أنت عندك كرة مثلا زي بتاعة أفشة وحسين الشحات دي مش محتاجة دي جون دي جون بس عدم التوفيق ووسوء التصرف في الهجمة فيه كرة للشادي حسين بعد مصطفى سعد لما سلك له الكرة كده باللغة الكرة يعني وخدها تعطل فيها شوية الكرة ووقفت تحت الرجل فما قدرش إنه يحرز هدف رغم إنه كان لوحده ليحق المدافعة على المصري فبالتالي ما قدرتش إنه إنت تحرز هدف في توقيتك النغاية في الأهمية خلاصتك المطش في الدقاية الأخيرة من المباراة يعني فدي بعض الأمور اللي أكيد كانت نتيجة أو كانت نتيجة إنه إحنا منكسبش مطش المصري بصراحة تمام؟ دي الجانب الفنية